عادت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدا لتفاصيل الجريمة المرعبة التي راح ضحيتها الشاب وليد أحسن جبلة شهر مارس من العام الماضي عندما أجهز عليه أربعة شبان بخنجر في حفل زواج أحد أقربائه بقاعة حفلات بوسط المدينة جنيه القتل عمدي مع سبق الإصرار والمشاركة في جريمة القتل مع سبق الإصرار بالنسبة لدى الثلاث متهمين رهم ابن عم كان متهم وابن عمو تم الفصل فيها وكانت العقوبة بالنسبة للمتهم الرئيسي اللي كان متابع بجريمة القتل مع سبق الإصرار بعد ما المحكمة فصلت وبالنسبة لضرف سبق الإصرار اللي جاوبت عليه محكمة الجنايات بيلا وبالتالي كانت الإدانة على أساس جناية القتل العمدي وكان الحكم بالنسبة للمتهم الرئيسي عشر سنوات حبس نافدة بالنسبة للمتهمين الباقيين اللي رهم ثلاث متهمين بالمشاركة تم إدانة بخمس سنوات الجريمة المروعة التي بدأت بمناوشات بسيطة بسبب سوء تفاهم بين الطرفين انتهت بتصفية الضحية الذي كان يحضر للزواج من فتاة بلغارية صيف العام الماضي بالنسبة لدروف القضية المتهمين الأربع رهم ناكلين التهم المنسبة إليهم محكم الجناية بتشكيلتها راهي اقتنعت أن المتهمين رهم رتكبوا الجريمة وأدانتهم انتهت المحاكمة إذن بإدانة المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين الخمس والعشر سنوات السجن نافذا ولكن الحزن والألم لم ينتهي لدى عائلة جبلة بسكيكدا